أعزائي الطلباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل مع دروس الوحدة رقم اثنين دراسة تحولة النووية نأتي اليوم إلى دراسة ظاهرة التناقص الإشاعي قبل الشروع في درس اليوم نتعرف أولا على مفهوم العين المشعة العين المشعة هي مجموعة أنوية مشعة وكما درسنا في دروس سابقة أن النواة المشعة تسعى إلى الاستقرار نواة المشعة هي نواة غير مستقرة تسعى إلى الاستقرار وفق أحد أنماط التفكك ألفا بيطا وقاما إذن العين المشعة هي مجموعة أنوية مشعة تسعى إلى التفكك للوصول إلى حالة الاستقرار وفق أحد الأنماط ألفا بيطا وقاما من أجل دراسة ظاهرة التفكك عينة من الأنوية المشعة اتفق العلماء على أنه لا يمكن إجراء التجريبة بإحضار مجموعة أنوية مشعة وانتظار تفككها لأن مدة التفكك قد تستمر لألاف السنين ولهذا استعانوا بعلماء الإحصاء من أجل وضع محاكات مطابقة لظاهرة التفكك الإشعائي ولهذا اقترح علماء الاحتمالات إحضار مجموعة من قطع النرد عددها مئة في محاكات لمئة نوات مشعة إذن مئة قطعة نرد تحاكي مئة نوات مشعة عندما نقوم برمي قطع النرد حتما ستظهر في بعض هذه القطع الوجه ستة لهذا قالوا أن القطع التي يظهر فيها الوجه الستة هي تحاكي الأنوية المتفككة وستتبقى بعض قطع النرد لا يظهر فيها الوجه الستة ولهذا قالوا بأن القطع التي لم يظهر فيها الوجه الستة يحاكي أو تحاكي الأنوية غير متفككة أي الأنوية المشعة المتبقية ولهذا لاحظ معي الجدول مئة قطعة نرد تحاكي مئة نوات مشعة القطع التي يظهر فيها الوجه الستة هي القطع أو هي الأنوية المتفككة والقطع التي لم يظهر فيها الوجه الستة هي الأنوية غير متفككة أو ما نسميها الأنوية المشعة المتبقية قبل الشروع في إنجاز تجريبة المحاكات ننجز جدول للمتغيرين المدة الزمنية لتعدد T والعدد N للأنوية المتبقية أو للقطع المتبقية باستعمال برنامج راديو ديف 2 نجري المحاكاة نحدد قطع النرد التي سنقوم برميها وهو 100 نقوم برمي قطع النرد ثم نختار القطع التي يظهر فيها الوجه الستة التي هي تحاكي الأنوية المتفككة من أجل نزيها ننزل الأنوية المتفككة فتبقى لدينا فقط الأنوية المشعة أي القطع النرد التي لم يظهر فيها الوجه الستة القطع النرد التي لم يظهر فيها الوجه الستة نقوم برميها من جديد فبعض القطع يظهر فيها الوجه الستة والبعض الأخر لا يظهر فيه التي يظهر فيها الوجه الستة نقوم بنزعها وضعها بعيدا ونقوم برمي القطع المتبقية التي لم يظهر فيها الوجه الستة من جديد ونكرر العملية حتى الانتهاء من كل القطع اشتركوا في القناة نقوم بنقل نتائج محصل عليها في الجدول وانطلاق من النتائج التي تحصلنا عليها والمدونة في هذا الجدول نرسم المنحنة البياني الممثل لتغيرات عدد الأنوية المتبقية بدللة لحظات زمنية فنجد أن المنحنة البيانية يكون من الشكل الثاني نلاحظ معي عدد الأنوية N أنوية المشعة بدللة الزمن نلاحظ أن المنحنة يتناقص أو نلاحظ تناقص عدد الأنوية للعين المشعة بطريقة أسية حيث كان عدد الأنوية عند لحظة الزمنية تسبب 0 وبدأ عدد الأنوية المشعة بتناقص حتى الانتهاء تماما إذن لنجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا النشاط سؤال أول هل تتحكم الصدفة في ظهور الوجه الستة؟ إذن كما لاحظنا من خلال التجريبة أن الوجه الستة ظهوره غير متوقع سيأتي صدفة لا يمكن توقع ظهرة النرد أو قطعة النرد التي سيظهر فيها الوجه الستة بالتالي تتحكم الصدفة في ظهور الوجه الستة وهل يؤثر ظهور الوجه الستة على نتيجة القطعة المجاورة لها؟ لاحظنا أنه لا يمكن أو لا يؤثر ظهور الوجه الستة على نتيجة القطعة المجاورة لها وبالتالي تفكك أي نواة لا يؤدي إلى تفكك نواة مجاورة يعني من هذا السؤال ماذا نستطيع؟ هل تتحكم الصدفة في تفكك الأنوية؟ ظهور الوجه الستة معناه نواة متفككة هل تتحكم الصدفة في تفكك النواة؟ نعم تتحكم الصدفة في تفكك النواة وهل يؤثر تفكك نواة على نواة المجاورة لها؟ لا لا يؤدي تفكك نواة إلى تفكك النواة المجاورة لها السؤال الثاني هل لكل القطع نفس احتمال إعطاء الوجه الستة نعم لكل القطع نفس احتمال ظهور وجه الستة وبالتالي لكل الأنوية نفس احتمال لتفكك سؤال ثلث ما هي حضوظ تفكك نواة ما إذن لاحظنا أنه من خلال هذه التجربة أن الوجه الستة ظهر مهما كررنا العملية عملية الرمي لاحظنا أن كل الأنوية سيظهر فيها الوجه الستة وبالتالي عملية تفكك الأنوية هي كذلك ظاهرة حتمية أي حتما ستتفكك نواة حتى ولو استمر ذلك الأمر زمن طويل إذن نستنتج مما سابق أن تناقص الإشاعي هو ظاهرة عفوية يعني تحدث من تلقاء نفسها عشوائية لا يمكن توقع النواة التي ستتفكك وحتمية أي حتما أن أنوية العين المشيعة ستتفكك مهما طال الزمن إذن كتعميم نقول أنه من أجل دراسة تفكك الأنوية ندرسها دراسة إحصائية أي ندرس عينا من الأنوية ونعمم الدراسة على كل الأنوية مجتمعة رغم أن تفكك هذه الأنوية انفراديا لم يكن متمثلا على الإطلاق يتناقص عدد الأنوية لعين مشيعة بطريقة أسية كما لاحظنا في المنحانة البيانية حسب قانون يدعى قانون التناقص الإشاعي الذي يعبر عنه بالعلاقة أن تساوي أن الذي هو عدد الأنوية المنشاعة تساوي أن زرور في إكسبوني سيل نقص لمضا في تي حيث أن هو عدد الأنوية المنشاعة أن زرور هو عدد الأنوية المنشاعة أي عدة لحظة زمينية تساوي صفر أن هو عدد الأنوية المتباقية غير المتفككة عند لحظة تي لمضا يسمى بثابت التفكك الإشاعي وحدته السيقوند اس نقص واحد في جملة الوحدة الدولية قانونه لامضة تساوي لن اثنين على تين نصف وتين نصف هو زمن نصف العمر وحدته الثانية ويمثل الزمن الذي تتفكك خلاله نصف الأنوية المشعة ويمكن توضيح ذلك كمهيل لاحظ معي جيدا المنحنة البياني لدينا محور فواصل فيه لحظة زمنية ومحور تراتي فيه عدد الأنوية المشعة اذا عند لحظة زمنية تساوي السفر كان عدد الأنوية المشعة هو A0 لما نقسم عدد الأنوية المشعة A0 على 2 A0 على 2 نقوم بإسقاط A0 على 2 على المنحن البياني فنجد لحظة زمنية تين نصف إذن تين نصف هو زمن نصف العمر لاحظ المثال التالي عند تي تساوي سفر مثلا أن يساوي 80 ألف نوات عند لحظة زمنية تي تساوي تين نصف عدد الأنوية المشعة يكون 40 ألف يعني نصف الأنوية المشعة 40 ألف نصف حكم نصفها هو 20 ألف نوات مشعة عند إسقاطها على المنحن البياني تعطينا 2 تين نصف أي ضعف زمن نصف العمر وهكذا دوالك كذلك نتعرف على مفهوم جديد وهو ثابت الزمن طو ثابت الزمن طو طو يساوي مقلوب لامضة أو 1 على لامضة وحدته 2 أوس نقص 1 هندسيا يمثل طو تقاطع مماس المنحن البياني مماس المنحن البياني عند لحظة زمنية تي تساوي سفر مع محور الأزمينة إذن لاحظ مماس المنحن البياني عند لحظة زمنية تي تساوي سفر مع محور الأزمينة يعطينا لحظة زمنية طو أو ما يعرف بثابت الزمن طو بعض المنحظات عدد الضرات المتشكلة أو الناتجة هي تسمى أو ما يعرف بعدد الضرات المتفككة لا يوجد هناك خلاف بينهما إذن عدد الضرات المتشكلة هي عدد الضرات المتفككة أنزر هو عدد الأنوية الابتدائية للعين أنليتي أو أن هو عدد الأنوية المتبقية أي مشعة التي لم تتفكك بعد أنواحد لت تساوي أنزر ناقص أنليتي أنواحد هو عدد الأنوية المتفككة إذن المتفككة ماذا يساوي؟ والابتدائية ناقص المتبقية نجد المتفككة يصبح القانون أنواحد لت ماذا يساوي؟ أنزر ناقص أنليتي نعاوذها بقانونها لهوى أنزر ناقص لمضافتي نخرج أنزر عامل مشترك فيصبح القانون أنواحد لت تساوي أنزر في واحد ناقص إكسبونسيال ناقص لمضا في تي وهو قانون أو هو عدد الأنوية المتفككة بدللة الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر